وأنيميا الفول دي عايز أقول فيها بس كذا نقطة أولاً إن هي بتكون موجودة نتيجة نقص إنزيم معين جولوكوس 6 فوسفيت الإنزيم ده لو مش موجود في الجسم طبيعي يبقى موجود لو مش موجود يبقى الطفل ده عنده أنيميا الفول أو أنيميا البقوليات فدي نقطة خلوا بالك يعني دي مش بسبب حاجة حضرتك عملتيها أو حضرتك عملتها يعني مش أنتوا السبب فيها كأباء وأمهات لأ دي حاجة جينية دي أول حاجة تاني حاجة إن أنيميا الفول مش بتخف مش بتختفي لكنها بتقل يعني إيه يعني ماينفعش حد عنده أنيميا الفول يقول أنا خفيت من المرض ده لأ لكن مع تقدم العمر لوحظ إنه حالات درجة الإصابة بيها بتقل يعني رد فعل الجسم يعني بس ده مبني على حاجة مهمة جدا حكاية إنها تقل دي يعني تقل كأعراض ما بني على حاجة مهمة جدا إنه يكون الطفل قضى فترات طويلة جدا سنوات طويلة جدا من الالتزام المطلق مش معنى كده مش معنى كلامي إنه دلوقتي ييجي حالا حد يقول إيه أنا ابني عنده أنيميا الفول بقى لنا أربع خمس سنين ما بنأكلوش فول نأكلو بقى لأ أنا بقول لكم إنه مع تقدم العمر يعني ما يبقى عنده 12 سنة 18 سنة حاجة وعشرين حاجة وثلاثين حاجة واربعين الموضوع بيقل كحدة إنما المرض لا يختفي ترجمة نانسي قنقر